اشتركوا في القناة ولكل من تنتظر حدث سعيد ولكل من رزقت بمولود جديد هنا بإذن الله هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة ووعد ان ده اكيد في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على ارقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة يمكنكم التواصل معنا عبر رسائل اسم اس او عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك هنستكمل في الحلقة دي حدثنا اللي بدأناه في الحلقة الماضية لكن اذا كان فيه اتصال هناخده وبعدين هناخد الجزء اللي عايزين نتكلم فيه تفضل تفضل ايوه وعليكم السلام اهلا بحضرتك ربنا خليهم لك انا مش سامع معلش الصوت مش واضح ممكن حضرك تعيدي تاني عشان انا سمعت بس ربنا كربني ومصطفى تاني وعليش بالأول ربنا كربني ومصطفى ورفعك من علاقة حضرتك الحمد لله ربنا يوفقنا ويوفقك الحمد لله هذا فضل الله متشكر لحضرتك جدا كانت ايه مشكلة لك اجزيك شكرا بصراحة متشكر لحضرتك جدا كانت ايه المشكلة حضرتك كنت متزوجة يعني تكيز تكيز مبايت ايوة ولفتت كتير ومحدش اصلا يعني جل خصي او كلام بكله بس لما ديك لحضرتك يعني بصراحة جزاك الاتولة يعني 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 شراحة ما شاء الله متشكر لحضرتك جدا انت وزنك كان كام كان 28 طب ايه رأيك بعيدا عن تكيز مبايت يعني حتى لو واحدة ما عندهاش تكيز مبايت ايه رأيك اللي بقولولك ده قسما مكتوب في كتب الطب ان اي انثى وزنها فوق 80 كيلو حتى لو ما عندهاش تكيز مبايت وبتبحث عن حمل وتدخل عيادة الطبيب بحثة عن الحمل يجب ان تكون النصيحة انها تفقد وزن حتى لو هي مش مريضة تكيز مبايت نعم لازم تخص لازم حتى لو في التكيز لازم تخص طيب وحضرتك كنت حاجة وتسعين وكنت متزوجة بترددي على عيادات الطباء محدش قالك خصي قبل كده لا 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 واقعدت قد ايه متزوجة بدون تلات سنين تلات سنين ومحدش ممت بانتباه ان التخصيز ده مهم مؤقتن ولا حتى التفايش مش ممتاز ولا مشكلة بالصائف ان ما حدش فهنا量 تريد لا يا فاندم وما فاهمين بس بايقولولك انت عندك ضعف ويقولولك انت عندك كسل تمام وبيقولولك الطبويت كويس بس بيقولولك الطبويت كويس يا يدوكي منشطات وبعدين تروح يقولك الله الطبويت كويس هو طبعا اه فاندم أنا الشطارة انه يبقى كويس من غير اخذ منشطات والدورة كات منتظمة ولا مكنتش منتظمة كات منتظمة تمام وكانوا بيقولولك أن المشكلة في حالتك النفسية وانت عشان بتفكري كتير وبطلي تفكري إن شاء الله هيحصل حمل أيها طبعا نفس الكلام ده السيناريو اللي أنا مستعد أحلف لك عليه طيب مستعد أحلف كمان على إجابة السؤال ده حضرتك بتقولي كان وزنك 92 كيلو حد من العيادات اللي دخلتيها وقفك على الميزان وزنك يعني مش بس قال لك خلصة حد وزنك اهتم أساساً من وينانك ما كانتش أصلاً التفت لموضوع الوزن أصلاً تمام عادي ما غيرك عادي تأذيت منك وبيحنا ده كلام لو قالته خلتك نقوم نقول معلش ستة كبيرة وما يتخدش على كلامها وما تديش ودنك وما تعلقش كويس؟ بس اللي يقول الكلام ده يوصف من دكتور بأن نفس الوصف اللي وصفناه على اللي قلناه دي يعني يقول ده كلام ستات بتاع ستة كبيرة وما تعرفش يعني جهلة بقى وعلى قده طبعا ما فيش حاجة اسمها كده ما أنا بعد ما جيت لحدث بصلاحة وربنا كرمني وفعلا كبأت كان أنا جعت شهرين بالزبط معك في العلاج وربنا كرمني على طول الحمد لله وبعدها بعثت اثنين واحدة صاحبتي وجريبتي برضه وهملوا ونفس القصة في التكييز برضه الحمد لله والحمد لله الاثنين معهم أطفال يعني ما شاء الله الحمد لله ربنا يخليهم لهم أولا لأن تكييز المبايد منتشر في مصر انتشار شديد فإحنا منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط من أعلى مناطق العالم إصابة بالتكييز وفي مصر عندنا نسبة عالية من تكييز المبايد نتيجة للعادات الغذائية ولوزن السيدات ولعدم اهتمام الناس الناس بتبقى الدورة ملخبطة وانت قانسة وبعدين يقولولها عادي وطبيعي وكل الستات على كده ولما تتجوزي حتنتظم فطبعا الحالات بتزداد قصوة وشدة لأنه مرض مزمن ولا يشفى طيب أنا متشكر لحضرتك جدا في حاجة عايزة تسألين عليها تمام تكييز المبايد هو المرض الأكثر انتشارا من أسباب تأخر الحمل في منطقة العربية ومنطقة شرق المتوسط وفي دولتنا المصرية تكييز المبايد خلال هرموني وهو مرض مزمن لا يشفى تكييز المبايد مرض له علاقة بالتمثيل الغذائي وبالوزن وبالعادات الغذائية أي نصيحة تقال لمريضة تكييز المبايد لا تبدأ بتغيير نظام الحياة وبتغيير نوعية الغذاء وبخفض الوزن وبأخذ الدواء الذي تكرهه السيدات دواء المتفورمين الذي لا بديل له ولا بديل ولا غيره ولا بيعمل عمله ولا أي شيء في الدنيا يستعيد عنه وهو الدواء الوحيد منذ اختراع الطب حتى الآن الذي يقوم بعكس القصة أو السبب الرئيسي في تكييز المبايد وهو مقاومة الجسم لعمل هرموني الإنسولين وهذه قواعد التعامل مع هذا المرض فقد الوزن ضبط أي خلال هرموني أخذ المتفورمين بعد ما يحصل ده نبتدي نبحث عن حمل أما أخذ منشطات والبحث عن حمل قبل ضبط ده فلا جدوى منه على الإطلاق ربنا يخلي لك أطفالك ومتشكر جداً لاتصالك وأرجو أن كلام حضرتك يبقى نصيحة ومثال يحتزى من كل السيدات وخاصة المتأخرات عن الحمل وعلى وجه الخصوص المتكيسات كل السيدات فاصل وبعد الفاصل نواصل معكم بشرة خير السلام عليكم عدنا إليكم بعد الفاصل ونستكمل مع حضراتكم وبكم ودائماً بيننا وبينكم بشرة خير في الحلقة الماضية اتكلمت على اللفظ الذي يثير أحزان السيدات والذي يثير مخاوف السيدات الباحثات عن الحمل اللفظ الذي تكره السيدات وهو لفظ بخزون المبيض من البويضات وسنستكمل الحديث قلنا وأكدنا أن السيدات خلقنا بعدد محدد من البويضات بعدد ثابت من البويضات يقل بمرور الوقت والعمر ولا يزيد أبداً السيدات ما عندهمش مصنع لتصنيع البويضات زي الرجال ما عندهم خصية تصنى الحقيونات المنوية السيدات عندهم مبيض هو مخزن خزنت في بويضات تم تكوينها عندما كانت هذه الأنثى جنيناً في رحم أمها من الشهر الخامس في الحمل وضع في مبيضيها حوالي ما بين 7 إلى 8 مليون بويضة بمرور الوقت وحتى لحظة الولادة يضمر كثير منهم وتولد كل أنثى بمليون بويضة فقط وعند وصولها لسن البلوغ والسن الذي نبحث فيه عن الحمل ونبدأ في التفكير في الحمل تكون قد فقدت أكثر من نصف المليون بويضة اللي ولدت بيهم وتبدأ حياتها الإنجابية بحوالي 400 ألف بويضة موزعة على المبيضين وأكثر السيدات خصوبة وفي أحسن الظروف يحدث لهم تبويض 400 مرة في حياتهم الإنجابية فقط لا غير وبالتالي كل سيدة عندها فرصة لحدوث الحمل تقريباً واحد ما بين 300 ل400 مرة خلال حياتها هذا العدد المحدد من البويضات اللي هو 300 ل400 ألف بويضة اللي كانوا عند سن 13-14 سنة هيقله بمرور الوقت والعمر وهذه القلة قد لا تكون ملحوظة لكن لما بنوصل لعمر 40 سنة بيبقى تقريباً اللي فاضل 30 ألف بويضة 50 ألف بويضة أو أقل 90% منهم عند سن 40 سنة سيئين النوع وغير صالحين للإخصاب لأن ليس فقط العدد يقل لكن الجودة والكفاءة تقل بمرور الوقت والعمر وهذه حقائق وسنستكمل الحديث بعد الاتصال معنا اتصال تريفوني طيب الاتصال انقطع فنستكمل الحديث عن أن بمرور الوقت والعمر السيدات بيقل عدد البويضات الموجودة جوه المبيض بتاعه كل شهر السيدة الطبيعية عندها 20 30 50 بويضة بتحفز بتبقى على وشك أنها تصل إلى النضوج مستعدة أن تدخل في أطوار النمو والنضوج في هذا الشهر كل شهر ما بين 20 ل 50 واحدة من البويضات هتبتدي تنشط وتحفز وتجبر وتاخد أطوار نمو لكن كل هذه البويضات تقف عند مراحل معينة وواحدة فقط التي تنضج وتخرج وتبقى صالحة للتخصيب لكن الواحدة اللي بتخرج كل شهر على حساب أن فيه ما بين 20 ل 50 بويضة خرجوا من المخزون يبقى أكيد أنا علشان أطلع بويضة عشان أخد بويضة من المخزن من كرتونة البيضة اللي الست ولدت بيها وصالحها للاستخدام علي أن أفقد 20 30 40 50 عشان أختار منهم واحدة هي اللي تنضج وتبقى صالح وبالتالي الوقت والعمر يقلل عدد البويضات لأنه كل شهر بتفقد عدد من البويضات المخزنة داخل المبيض هذا هي الحقيقة والواقع والطبيعي إيه بقى الباثولوجيكا لإيه الأمراض إيه اللي بيحدث إيه الخلل هنناقشه بعد الاتصال معنا معنا اتصال تليفوني وصدله مرحب السلام عليكم وعليكم السلام إزايك حيضة أجاب السلام أهلا بحضرتك حضرتك أنا مش جاوزة ديه 5 سنين أيوه ومحضرش حملة في 5 سنين ده بس بعد كده عملت يعني أنزار وكده وحضررت المساكن فعملت ربط لإلقاء ديه عشان تنطني ممتشاه تمام يعني حضرتك قعدت خمس سنين من غير حمل مطلقا الزوج كان معاكي طوال الفترة دي حد عمل أشعة بالسبغة وشاف أن فيه مشاكل في الأنابيب قبل المنزار الأولاني ولا لأ؟ لا عملت أشعة بالسبغة بس أعملي كويسة وبعدين لما عملت منزار لما قعد ما يحصلش حمل لإن المنزار مطلوب عندما يكون هناك مدة طويلة من غير تفسير لعدم حدوث الحمل لما دخلوا بالمنزار أول مرة قالوا إيه على الأنابيب؟ قال لي الأنابيب واحدة كانت مقفولة مزدودة والثانية سلقوها ثواني كده حضرتك واحدة كانت مقفولة وفضلة مقفولة؟ آه قال لي ما أنا تسلكتشي قال لي واحدة بس اللي تسلكت واحدة اللي تسلكت طب أمال إزاي الأشعة اللي بالسبغة كانت بتقول الأنابيب ممتازة ده نمرة واحد نمرة اثنين السؤال اللي أنا هسأله لحضرتك ده أنا أعرف إجابته حضرتك معاكي فيديو مسجل في العملية دي تثبت الكلام ده؟ لا يبقى كأنه لم يجرع وحضرتكم لما تروحوا وتطلبي فيديو ها؟ هيقول لحضرتك الآتي آه من عينينا حنعمله وبعدين أول ما تخرجي من العمليات ده اللي بيتقال عندكو كلكم عندكو كلكم في المحافظات بتاعتكم ها؟ أصل الجهاز اللي بيسجل عطل وإحنا شغالين كلكم الجهاز بيعطل تمام؟ عشان ما يبقاش مع حضرتك أي إثبات ودليل حضرتك خدتي ورقة بتقرير بالمنظار تمام التقرير بتاع المنظار هتلاقيه غير ممهور غير ممضي بإمضة الدكتور لأن برضو دي العدل عندكو عشان ما حدش لا يمسك علي حاجة ولا يتني علي كلمة وبالتالي يبقى الكلام اللي تقال لحضرتك في أول منظار يظل كلام بق كلام معلوهش جمرك معلوهش إثبات اللي تقال إن فيه أنبوبة كويسة وإنت ممكن تحملي منها وإنت بس سيبي نفسك ومش عارف إيه بعد عدة شهور ثابتة إن الأنابيب لتنين بايزين ولتنين فيهم تمدد ولتنين فيهم ارتشاح ولتنين ما يحصلش منهم حمل طبيعي ولتنين يسببوا عائق للحقن المجهري وطلب من حضرتك غلق الأنابيب بمنظار مظبوط أيوة عملت أيوة منظار سيبيك بس من عملت أيوة منظار المنظار الأولاني الكلام الذي قيل فيه لم يكن هو الحقيقة ولت ألف الأشعة اللي بالسبغة كمان ما كانش الحقيقة المهم في الآخر حضرتك بعد سنين لجأتي للحقن المجهري عشان بيحصلش حمل فدى كترة الحقن المجهري يقولوك لا استني ده حضرتك عندك أنابيب الأنابيب دي فيها انسداد وانتفاخ وتمدد والمية اللي داخل الأنابيب دي بترتشح إلى الرحم وهي مسممة لأي أجنة توضع داخل الرحم وستسبب فشل الحقن المجهري فلو سمحت روحي أعملي ربط أو فصل أو استقصال للأنابيب بالمنظار صح؟ أيوة عملت فصل لين؟ طبعا كان من المفترض أن ده اللي يتقال بشجاعة ووضوح وفروسية ونبل في المنظار الأولاني حد يخرج يقول لزوجك كده الأنابيب دي مش كويسة ومش نافعة والمفروض أنها تتربط رفض أن يربطها زي ما بنشوف بعض العينين بيعملوا خلاص أنا أخليت مسئوليتي تمام؟ وقلت الكلام ده وكتبه وأنا بكتب كده ووصق كده وأقول أن زوجها رفض رغما عن شرحي لو أهمية ده وافق يبقى كنت وفرت على نفسي جراحة أخرى وفترة انتظار أخرى طيب حضرتك لما روحتي تعملي حقن مجهري مخزون المبيض كان أخباره إيه؟ ولا ما تعملش تحليل المخزون؟ أعملته طلع كام؟ هو الدكتور قال لك كويس وبعدين الصوت بيقطع مش كده؟ أعملته وطلع كويس وبعدين لما عملتي حقن مجهري بقى إيه اللي حصل؟ أعملت حقن مجهري وفشل الصوت بيقطع الصوت بيقع الصوت بيروح حقن مجهري لو سمحتي حاولي اتقربي من حتة يكون فيها إرسال أو شبكة كويسة وقولي تاني لما عملت حقن مجهري إيه اللي حصل؟ الاتصال حيقطع تفضلي اتكلمي قبل ما الاتصال ينقطع اتفضلي أقول لك عملت حقن وفشل وفشل طلعتي كام بويضة هو حضرتك برضو كعادة المصريات متعجبة انه فشل يعني شايفة ان دي حاجة ما كانش مفروض تحصل حاجة غريبة حاجة مش متوقعة أيوة أيوة كانوا بيقولولك كل حاجة كويسة ده انت فلة اه انت حتحملي طب ايه رأيك بقى لما تبقى كل حاجة كويسة والستة تبقى ممتازة وهي لفرص حدوث الحمل على أقصى تقدير هي 50% وهي في الواقع أقل من كده هي دي وجايز يكونوا قالولك الجملة دي بس لما نكون نقول انه فرص حدوث الحمل 50% ها يبقى فرص عدم الحدوث كام 30 كمام وبالتالي ليه حضرتكم دايما بتفكروا انه اكيد هيحصل حمل ما بالجملة نفسها بتقول انه فرص حدوث الحمل 50% في 50% هيحمله وفي 50% مش هيحمله بالمناسبة ده نظرة متفألة وده في احسن الظروف الحقيقة ان النسب نجاح الحقن المجاري ما بين 35% ل 50% وفي المتوسط 42% تمام وبالتالي نسب فشل الحقن المجاري تقريبا تقريبا 57% 58% يعني نسب الفشل اعلى من نسب النجاح لكن هو اللي رمك على المر اللي امر منه الانبيب بتاعتي دي لا يمكن ان يحدث منها حمل بصورة طبيعية وكمان تسبب فشل الحقن المجاري فانا لغتها تمام فلغتها ده بقت وارد ان يحصل حمل بالحقن المجاري وارد وليس يقينا وليس اكيدا وليس حتما رغما عن الكلام المعسول الذي يقوله طبيب الحقن المجاري لا ده انت هيلة لا ده انت فرص كويسة جدا لا ده بسم الله ما شاء الله انت هتحملي لكل مرة كنت بتروحي الزيارة بتبقي فاكرا ان انا حنزل اشتري هدوم البيبي والسرير بتاعه حيبقى حاج مؤدئه تمام وده شيء جميل التفاؤل ده لكن هذا ليس هو حقيقة الامر حقيقة الامر ان الحقن المجاري قد يفشل وده الاختيار رقم واحد وانضر منه واقل منه والنسب اقل ان ينجح واجب قبول هذا وبالتالي تيجي الستات تقول انا عايز اعرف هو فشل ليه وتقعد تجزلي على اسنانها كده هو فشل لانه يفشل هو فشل لان نسب الفشل فيه اعلى من نسب النجاح هو فشل لانه يجب شرح لحضرتك انه قد يفشل وقد ينجح لكن في حالة حضرتك هو اذا كان نسب النجاح بتاعته 35% 40% فهي نسبة كبيرة جدا مقارنة بالنسبة اللي كانت صفر لما الانبيب كانت مقفولة وفيها التهاب مزمن توريكا الالتهاب ده دون علاج فتطور الى انسداد ثم انتفاخ ثم تمدد ثم 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 وهذه السوائل لداخل الانبيب مش بس مسممة لأي اجنة مسممة للمبيض جنبها ومن اسباب قلة توضع في مخزون المبيض من البويضات وسوء جودة البويضات الناس اللي بيبقى عندهم هذه المشاكل في الانبيب طيب حضرتك بقى عايزة تسأليني عن ايه سبب فشل الحقن ولا ايه بالزبط ولا اعمل ايه تاني الاجابة على السؤال رقم اتنين ده سبب سهل جدا اعمل ايه تاني ست الوقتي ما عندها ربط الانبيب يبقى يجب تكرار الحقن المجهري مكلف يا دكتور ربنا يعينك ويقف معاكم للأسف هو ده الطريق الوحيد لحملة حضرتك بعد ربط وفصل الانبيب الانبيب بيحصل فيها التهاب الالتهاب بيمر بخطوات التهاب حاد لو لحقناها بمضادات حيوية بممكن نحافظ على الانبوبة نادرا ما حد بيعرف شخص الالتهاب الحاد مش لمشكلة في الاطباء لان الاعراض التي تقولها السيدات في حالة التهاب الانبيب الحاد هو التهاب مش اعراض واضحة وبالتالي يتكرر الالتهاب ده اكتر من مرة الى ان نصل الى التهاب مزمن فيؤدي الى واحد من المضاعفات وهي انسداد الانبيب او التتجمعات والسوائل المائية داخل الانبيب وهما يعرف بالقيلة المائية او هايدرو سالبينجز او تجمع صديد داخل الانبوبة وهما يعرف ببايو سالبينجز هل في اتصال اخر؟ تفضلوا الو ايوا سلام عليكم ازيك يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بحضرتك ايك يا فندم اهل بيك حضرتك حضرتك انا عندي بنت انا عندها 13 سنة حضرتك انت عمرك كم سنة الاول؟ انا مامتها ايوا انا عمري 41 نورتين او حضرتك سيدة عاملة بتشتغلي؟ ايه يا فندم بتشتغلي فين يا فندم ووظيفة حضرتك ايه؟ يا فندم بقول عليك يا بنتي مش انا ايوا يا فندم انا بسأل بس انا عارف بنتك اللي عندها المشكلة انا بتعرف عليك انت وظيفة حضرتك ايه؟ انا قلت بسأل بشارك حضرتك تمام عشان حضرتك اكيد لازم تكوني امرأة عاملة ولازم تكوني بتشتغلي في مجال اداري لانك بتقولي يا فندم وبتستخدمي اللذب الرسمي في التعامل ايوا فده دليل ان حضرتك تم تدريبك من سنين نتيجة لمهنتك على كيفية التعامل مع الاشخاص والكلام بطريقة كويسة عشان اتعامل مع الشخص اللي قدامي فده لا يمكن ان يتأتى بسيدة في البيت دي ست خرجت للحياة وتعاملت وبتشتغل في عمل وليها رؤساء بتتعامل معهم بكلمة يا فندم وبعد اذن حضرتك فانا متشكر لزوء حضرتك واخلائك وطباعك اتفضلي بنتك مالها والله العزوحتك لكلك زوء والنوح ربنا يخليك وليخليك شكرا والله ده كله من الزوء وده تأثير ده اللي انا عايزة اوريه لناس تأثير خروج السيدات للعمل وخروجهم للحياة دي خبرات بتكتسب الواحد بيترقى في فكره في كلامه في طريقته في تعاملاته اهلا بحضرتك اتفضلي عادتك بنتي من عيه عند عشر سنين جد لها البرل عادل سنتين عادل سنتين تتمنتظم معايها فتيكات تتنزل ببسيطة يعني عدد ايام قليلة نزولها ذات نفسك تكون حاجات بسيطة جدا جت بعديها لمدة من عشر لخمستاشر سنة بدأت تقطع معايها تيجي مسلا كل خمستاشر يوم تنزل تقعد ثلاث شهور ما تنزلش ثلاث مرات في الشهر ممكن تنزل فانا روحت لدكتوره هي عندها 16 سنة علشان اشوف ده ايه فروحت لدكتور فقال لي لا يا ما عندهاش حاجة وما تبص وما مش مشكلة عشان هي سنها صغير وكده هذا الكلام ليس حقيقي وليس طبا هذا الكلام ليس حقيقي وليس طبا انا بس احسن لحضرك سؤال واحد واسيبك تكمل الحكاية وزن البنت في الفترة دي حصل فيه ايه ايه وزنها عصن يا ضعيفة بس مربش وزنها تقريبا كام يعني قل في الخمسينات كده مثلا يعني هي نحيفة شديدة النحافة اه لا 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 متوسطة يعني هي مش نحيفة قوي طيب هي فيه اعراض اخرى غير عدم انتظام الدورة شعرها بشرتها حبوب في وشها شعر بيطلعت جسمها فيه فيه اه فيه فيه حبوب في وشها جامد اه طيب وما حدش يا فاندم بالمناسبة حبوب في وشها جامد دي دي لوحدها تشخيص من غير ما تكون الدورة من لخبطها ما حدش طلب منها تحليل للهرمونات خد منها عيين الدم كده ما انا هقول لي حتىك كده دلوقت قولي يا فاندم اتفضلي الله يخلي بص حضرتك هي دلوقت روح تل دكتور فالدكتور قال لي ايه قال لي عادي ما فياش حاجة وده عادي كشان صنعها زغير وكده هذا الكلام ليس طبا اه انا قلت لي يا دكتور ما عليش انالحق الحاجة من اول اول اولي صغيرة كده علشان ايه انا ايه ايه عشان ايه بعد كده ما تعبش ما تيجي تتجوز براو عليك لان حضرتك زي ما قلت كده ست بقى عندك خبرة في الحياة بتنزلي وبتشتغلي وبتقابلي ناس فبقيت وعيا فما بيتحكش عليك بكلمتين تفضلي الله يخليك والله والله يخليك فبرضو انا ايه راح قال لي ايه ما تقلقش وكده قعدت برضو يا فاندم من 16 ل 20 سنة اما برضو لقيتها ايه برضو بتيجي لها تلات مرات في الشهر ممكن توقع شهرين ما تجيه لهاش فروحت انا برضو دكتور تاني يعني قيم شوية يعني ارقى شوية يعني وعالم شوية عن لانا روحت له بس يعني التشكيري الناس حواليا ان هو واحد كويس فروحت له فقال لي برضو ايه قال لي انتي بنتك بوضطها كويسة وما فيش حاجة عندها في الرحم وقلت اه كان جالها مغس قبل كده يا فاندم فجيها اعملت لها ازايدة فانا بعمل اشاعة على ازايدة بين 16 يعني والا 20 جالها يعني الحاجة دي فروحت عملت لها اشاعة له بطناء عشان شوف المغس اللي جالها دوت فقالوا عندها الزايدة بس هو بشوف الزايدة في الاشاعة برضو شف كيس مية على الموبيد الشميل ماشي كان مقاسو كم قالني شف 4 ونص بيضة حضرتك من قبل ما تحكي وبتقولي عندها الزايدة انا كتبت في قدامي في الورقة انه حيطلع عندها كيس على الموبيد والله اقسم بالله من قبل ما حضرتك تقولي كتبت انه حيطلع عندها كيس مية حضرتك خبرة يعني 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 ما شاء الله دعا فعندن خبرة وبعدين الكلام ده اللي بنشوفه كل يوم كل يوم عشرين خمسة وعشرين في المية من الأنسات التي يتم تشخيصهن على أنهن زايدة وبتعلمهم عمليات هي في الأساس مشاكل لها علاقة بأمراض نسا وأكياس على المبيض في الأغلب اتفضلي فالدكتور قال لي دوا تكسمها عادي ممكن يروح مع دكتور اللي هو الجراحة قال لي هادي تكسم مبيض ممكن يتشالي يمكن ان ساعة نزور الدورة مثلا بيتكون وبعد ما الدورة تنزل للكسبي يعني بتشال فقال لي ما تخافش ومتعليش من حاجة دي ما مقاسه صغير وقدره ماشي فبعدها برضو وسط لعشرين عشرين فرقت لدكتور تاني عنده يعني أقيم شوية من دكتور دوت فقال لي بصي على كلامي قال لي شكل حاجة فبدي يكتب أدوية فرحل الشاعة وكده وبص عليها قال لي ما فيش حاجة وتقول لي يا فندم كان فيه كسه على الميبض الشمال قال لي ما فيش ولا كسه على الميبض الشمال ولا أي حاجة خالص طب يا فندم البرد مش مضبوطة معايا قال لي لا ما تقلقش يا ما تقلقش خاص عشان هي بنتك تجروا غراها بنتك ما عندهاش أي حاجة خالص وانشاء الله وتقول لي يا فندم عشان برضو يعني عندها عشان إنسانة عشان لو حاس الحاجة انا عارف مسلا اعالجها قال لي لا لا ما تقلقش مش هي عندها سور يعني يعني في التعبير مش عندها شعر العينة موجود قلت له آه طب ومتطلقش من حاجة زي كدا وبرضو متطلقش عليها ومتطلقش اي حاجة في الرشيتة خالف وانا يا فندم الكاميرا بيصوروني بالكاميرا البعيدة لو خاروا الكاميرا القريبة وشافوا التعبيرات اللي بتطلع على وشي حذرك مش هتتبسطي وحتبقى فاهم انا قصدي عامل ايه يعني التعبيرات اللي طلع على وشي كلها كلها امتعاض اه ما قال لاننا فندم بشوف الكلام ده كل يوم ده شوغلي بقى ما انا فاهما شكرا بأقول لك والله يبصك في اللوحي حضرتك علشان تقولي مثلا أنا عامليه فروحت أخيرا لدكتورة تالتة برضو هي عندها حلين دقيق 22 سنة فروحت لدكتورة تالتة فبقول لها أنا واحد يتين تقرد روحت لدكتور واحد واثنين تقردت والسنة روحت لها بكذا وكذا وكذا قالت لي تعالي مكشف عليها وقد بتكشف عليها يا فندم رحت قالت لي هي بصها تقولك على حيي قالت لي وقالت لي عندها نصف التكييس بسيطة جدا طيب يا فندم التكييس البسيط بيأخر الدورة يومين واللي بتأخر الدورة عندها ثلاث شهور والنحيفات وقالت لي كمان ايه نسبة لا تذكر طيب يا فندم تكييس المبايد معليش ثانية واحدة ثانية تكييس المبايد خلل هرموني يشخص بتحليل الهرمونات اللي هي عمرها ما عملتها تكييس المبايد في النحيفات هو المرضى الأشد درجة تكييس المبايد هو السبب الرئيسي لاختلال الدورة ولأكياس على المبيض ولبعض آلام الحوض تكييس المبايد هو السبب الرئيسي للبشرة الدهنية والحبوب اللي فوش البنت دي ولشعر الرأسها اللي بيقع كتير ولشخصيتها اللي تغيرت وتبدلت في الفترة الأخيرة وبقت عصبية وهستيرية واكتئابية ونمها ونظامه وساعاته تغير تمام؟ وتكييس المبايد خلل هرموني بيشخص بتحليل الهرمونات اللي هي ما عملتهاش لحد الوقت وتكييس المبايد اللي من درجات بسيطة بيأخر الدورة يوم اتنين تلاتة الدورة اللي بتأخر بالشهرين تلاتة دي الدرجات ايه؟ طفيلة لا الشديدة جدا شديدة تعم؟ كل ما قيل لحضرتك هو طبطبة هو امراضية ما علينا ما حدتك بس أسايا حدتك برده أكمل الجملة ان هي راحت بقيتلي طبع مية تحليل تانية او تانية يوم الدورة وكتبتلي على FSH او LI او FSH وحاجة كده دي اعنى اربع تحليل او خمس سنينة تعملهم ايه؟ قلتلي حنشوف الهرمونات معينة كده قلتلي لو معرفش انا اسمع ان الهرمونات اللي انسة ما انفعش من احنا نعمل فيها حاجة لبعد الزواج يعني انا عارف الحاجة المعلومة دي اي حاجة ما عدتت شهور من الجواز الواحد يفضل يدور على الهرمونات طيب فعندب الكلام اللي حضرتك قلتلي ده هو قلة العلم المصرية بلاش استخدم اللفظ التالي اللي حضرتك قلتلي ده لا علاقة له بالعلم ولا بالطب ولا بالصحيح من قريب او بعيد لا علاقة له بطب او بعلم من قريب او بعيد هذه الفتاة مجني عليها مجني عليها من اللي رحت لهم وقالولها انت ما عندكيش من العملية اللي عملتها وهي كان عندها كيس على المبيض كان يعالج باقراس ومسكنات وحيروح بعد يومين ثلاثة مجني عليها من فكر حضرتك اللي مش عايزة تعمل لها تحاليل دي مجني عليها لا انا هعمل لها تانية وثالث يوم هي طلبت مني بس هل حاضرتك برضو انا مع حاضرتك برضو اكيد يعني اعلم هل برضو العلاج دوت يؤثر برضو عادي يعني ولا امشي بالطريق دوت وكده طيب هو فاندم لو واحد عنده مرض يعالجه ولا يسيبه يربيه ويمشي بيه اصلا يا سمال حاضرتك انت ابعتك بتقول التكيسات اصلا يعني مزمن اه مزمن لا يشفى نظبوط يعني التكيسات دي زي مرض السكر ده مرض مزمن لا يشفى ايه ايه حتى لا ايه ما تتخنيش ايه ما تتخنيش ايه يا فاندم لان التخن بيزود الطين بلى لان النحيفات هم الدرجات الاسوأ من التكيس خليكي معايا بس اللي عنده سكر والسكر ده مرض لا يشفى ايه حتفضل طول عمرك تاخد علاج وعمرنا ما حد يقولك ان السكر راح وهو حد يقولك كده يبقى بيتحك عليك يوم يقول خلاص بقى مانيش معالجه هيحصل له ايه لا مشهم هيحصل له ايه ايه واكيد طبعا مضاعفات اه بالزبط هيحصل له مضاعفاته والتكيس مرض مزمن لا يشفى ام لما يتساب يحصل مضاعفاته اللي هو ايه اللي هو كيس على المبيض اللي هي درجات شديدة من التكيس تنتهي بتأخر حمل اللي هو اجهاض متكرر اللي هو ربع المتكيسات ينتقلنا الى مرض اخر اسمه البطانة المهاجرة التكيس يؤخر الحمل اما البطانة فيمنع الحمل منع تام المتكيسات سيصابنا بمرض السكر حقيقة ويقينا ولا مفر من هذا والنسبة 100% بس لما سنهم يقترب من الاربعين او يفقها 25% منهم حيجي لهم ضغط 20% منهم حيجي لهم تصلب في الشرايين وارتفاع في الكولستيرول 5% من الدرجات الشديدة حيجي لهم اورام غير حميدة في جسم الرحم عند سن 40 سنة وبما ان المضاعفات دي هتحصل عن سن 40 سنة في ده يا بقى احنا 22-23 يلا مش مهم ايه يعني وش البنت مشوه كده بحبوب ايه ما علينا ايه يعني الدورة ما بتجلهاش على كل شهرين تلاتة وتيجي بنزيف ما ايش مهم لا سدان راح لدكتور افراد جلدية والله ومشينا بعلاج كان بنديها بس برضو بعد فترة ويرجع تاني عشان العلاج مش عند الدكتور الجلدية المشكلة اللي عاملة البشرة الضهنية والحبوب اللي في واجه بنت حضرتك هو هرموناتها اللي ماشي في دمها العلاج مش هنا العلاج للهرمونات ايه هذه الفتاة مجني عليها هذه الفتاة مثال متكرر لمريضات عيادتي ومريضات تأخر الحمد اصلا طول عمري الدورة ملخبطة بس ما كانوش بيودني الدكتورة وخالتي قالتلي عادي وايه يعني ده بسيط جدا ومش مهم وبالمناسبة الكلام اللي قالته خالتها او عمتها ما قيلة من اشخاص يرتدوا بلط وبيض تمام يقال على كلامهم زي ما قلنا على الكلام اللي تقال ده مش عايز بس اصرح على الهواء اربط طول حضرتك فاهماني يعني نقص ده وليه اما بقى حضرتك قصة وما نعملش تحليل الهرمونات لانسة وما نلعبش في هرموناتها اه حلوة اوي ما نلعبش في هرموناتها عشان هي مظبوطة اوي طب ده هي ملخبطة ومدهولة طب ياريت نلعب نقوم نظبطها تمام يا استاذة يا كل سيدات العالم الدورة هي مرآة الهرمونات وبالتالي اللي عندها الدورة منتظمة في الاغلب وليس يقينا عندها هرمونات جيدة واللي عندها دورة فيها اختلال يقينا 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 عندها مرض وخلال هرمونات ربنا بعت لكم علامة عشان يقول لكم ان في مرض لان في امراض بلا اعراض فالاسف انها تستكتشفها فجأة لكن ربنا ده مرض له علامة الدورة ملخبطة اسعة روح البنت دي زي ما بقول لحضرتك كده الدورة بتأخر كانت بتأخر اسبوع سكتنا بقت بتأخر شهر بقت بتأخر شهرين ده حتى اول ما جات كانت كميتها قليلة وبعدين تطور الموضوع الى مضاعفات انها بتأخر قوي وتيجي بنزيف وبعدين تيجي كل 15 يوم بعدين تيجي تقعد اسبوع بعدين 15 يوم تقعد طمئيت ومش عايزة تقطع والبنت اخلاقها وطباعها وشخصيتها تغيرت وبشرتها ووشها وشعرها كل الكلام ده لما البنت دي هتتجوز ما ستعانيه بعد الزواج هو بسبب ناس اساءوا التعامل معها هذه الفتاة مجني عليها مجني عليها من علتها مجني عليها من اللي رحت لهم وقالت لهم انتو طبيعيين انتو طبيعية مجني عليها من العملية اللي اتعملت وهي عندها كيس على المبيض وتم استقصال الزايدة غدرا وعنفوانا وقهرا وهي ليست المرض ولا السبب ولا المشكلة مجني عليها من طبيب الجلدية اللي ما قلهاش لو سمحتي روح ازبطي هرموناتك لان لا انا بدي اقولك ده غير مجدي طول ما هرموناتك دي فيها لخبطة مجني عليها من من لم يطلب منها تحليل الهرمونات حتى هذه اللحظة مجني عليها مما قال دي عندها تكيسات بس درجة بسيطة وما تأثرش وبصي بصي دي لحظة بسيطة من التكيسات مجني عليها من اللي قالت احنا بيتهيقلي ان احنا منعمل لاش تحليل الهرمونات الهرمونات دي بتتعمل لما الوحدة تتجوز ليه يعني تهامت يا مش انثة مجني عليها من كل من شافوها وعملوا نفسهم حبايبها وخايفين عليها وهم بيدروها كالدبة قتلت صاحبها وهي تظن انها تنقذ استفيقوا 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 ارحموا هذه الانسة من النظرات حتتقلها من زوجها واهله بعد الجواز حتسمعوا كلام يدايقكم ولما انتوا عارفين كده من وهي انسة ما بتعالجوهاش ليه ولما انتوا عارفين كده وعندها المشاكل دي ما قلتوش ليه وإحنا ليه زنبنا نلف ونصرف ونعمل وانتم ما بتقولوش وكدتوش بتعالجوها ليه هذا الكلام حتسمعي حضرتك للأسف الشديد معنا تصل تلفوني اخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاك يا دكتور اهلا بحضرتك يا فنان دكتور دلوقتي انا عندي اربعة وارفين سنة كويس انا متجوزة تقالي سنة ايوه وده اول زواج اول زواج اه تمام رحك لده كترة عشان تأخر حمس ايوه او سعيا للحمد بعد الزواج بقد ايه بشهر على طول كويس اوي هو مش شهر ده قريب شوية مش ان دكاترة بتقول دايما نعوضه ستة شهر سنة اه معنا على سنة سنة يا دكتور جدعة برافو عليكي ما انا عايز اسمع ده لازم يكون هزا هو الفكر الكلام اللي احنا قلناه ده الكلام بتاع ستة شهر وسنة ده ينطبق على واحدة ما عندهاش مشاكل ما عندهاش اي تاريخ مرضي سابق ما هياش زي الانسة بنت هزي السيدة اللي اتصلت او كمان سنها تحت سن 32 سنة لكن اللي بقى اني سن 43 سنة فمن تاني شهر رحت لده كترة مظبوط هنا بقى التعامل ده مظبوط فضلي وبعدين وبعدين لنا خدت منشطات كتير وما فيش ربنا ما عارضش فالتجأت للحقن المجهري ثانية واحدة بصي قبل حضرتك تقولي اي حاجة بصي انا رفعت الصباحي بقى حاجة واحدة هل تم اجراء تحليل مخزون المبيض من البويضات نعم ام لا حصل يا فاندي طلع نتيجته كام 2% وتقال لحضرتك ايه عن النتيجة دي خلي بالك 2 من 100 مش 2 من 10 مش 20% اللي هي 2 من 10 انت قلت 2 من 100 لأ هو زيره وعدها نقطة زيره و2 ايوة دي 2 من 100 دي 2 من 100 مظبوط انت عارفة الكويس لفرص الحملة قد ايه الكويس لفرص الحملة قد ايه الكويس قوي واحد في وفوق واحد في وفوق الواحد ده اللي هو تقريبا يساوي 100 تمام؟ ايه كل ما هما تحت 100 نقول المخزون قليل بس يعني الحد 50 من 60 70 75 قليل بس مقبول تحت ال 50 بقى نتين نقول في قلة شديدة تحت ال 25 نقول لا ده المخزون شبه منعدم حضرتك التحليل كام بقى اتنين من المية اللي مفروض فده مخزون قليل جدا بس قبل ما نقول ده هو اللي شاف التحليل اتنين من المية قال لحضرتك ايه عليه؟ قال مش مستحيل بس ممكن طبعا لان ربنا قادر على كل شيء هذه كلمة حقيقية تماما مفيش مخزون يبص فيه دكتور يقول لا يمكن الستر تحمل لاننا بالمخزون ما بنحددش اللي بيحدد ويقول مين تحمل ومين بتحملش والله سبحانه وتعالى احنا بنتكلم على فرص بس لما بصوا على اتنين في المية ده قالوا لك الفرص ايه؟ قال ليه لا تمام فقالوا لحضرتك انك تروحي تحاولي تعملي حقن مجهري فاروح تتعملي حقن بالزبط كده طلعت بويضات قد ايه؟ لا رفض اصلا انه هو يعمل ليه تمام حقن المجهري رفض انه هو يعمل ليه تفتكري ليه ولو انك رايحاله وبتقولي له ده انا حديك فلوس وخد اللي انت عايزه لا قال لي اللي فيه عندك حاجتين متبعدين نهائيا عن بعض السن والمغزون تمام هذا رجل فقال لي سبيها لله وزي ما تيجي تيجي هذا رجل محترم في زمن قل فيه الناس المحترمين وانا لا اعرف هو مين لكن الناس تعرف بافعلها فالحق يعرف بفاعله تمام الحق يعرف برجاله تمام مظبوط كده تمام قال لي حضرتك انك عندك مشكلتين في اي مكان ومنظومة طبية محترمة ممنوع ان يجرى لهم حقن مجهري ايه بقى المشكلتين دول في كل دول الاتحاد الاوروبي السيدات 43 سنة في ما فوق ممنوع اجراء الحقن المجهري لسببين قالوا فرص النجاح قليلة جدا طب انتمالكو فلوسي وانا راضيه وانا عارف قال لا كمان ان دي تقنية مع امرهاش كتير مش قادرين نعرف قدي ايه المشاكل التي قد تتعرض لها سيدة تعرضت لهذه الجرعات الهرمونية العالية واحنا في سن كبير كمان فيه ستات عملت حقن مجهري 7-8 مرات بس عمره عشرين سنة فقالوا ان فوق 43 سنة ما نعملش اتنين المشكلة رقب اتنين اللي هو المخزون ففعلا الرجل اللي حضرك رح تيله ده هذا رجل محترم يقول الحق وعنده مبدأ انا يا فندم مش حاجر لحضرتك التحليل ده ما معنهوش انك مش هتحملي الحملة بيد الله وربنا قادر على كل شيء واي تحليل ممكن الست تحمل وي بتعمله لكن التحليل ده بعد اذن حضرتك احنا ما نعملش عليه حقن مجهري للنسب النجاح قليلة جدا تكاد تكون منعدمة اتنين لان الحقن المجهري في هذه الحالات قد يحمل مشاكل اكتر منه كميزة وفرص لحدوث الحمل فاس بيها على ربنا لانه يهب من يشاء وقت ما يشاء لان الحمل هبى منه سبحانه وتعالى في قواعد للعلم والطب هذه القواعد ما بتقولش مين تحمل ومين بتحملش المخزون وده كلامنا هو على المخزون اللي بنتكلم عليه الحلقات دي المخزون القليل يقول ان فرص الحمل قليل فرص الحمل مثلا في واحدة نقول ده فرص الحمل بتاعها واحد في المية اللي في حالتها واحد من كل مية واحدة هتحمل قد يشاء السميع العليم ان تكون هي هذا الواحد وقد يشاء ان يكون هذا الحمل في هذا الشهر وقد يشاء ان الحمل ده يكون كويس لكن هذه مشيئة وقدرة الله لكن العلم بيقول ان الفرص قليلة والمحاولات لإجبار المبيض المتخرج بوايضات ستبقى غير مجدية ومحبطة ومضيعة لوقت وعلم وجهد ومال وبالتالي زي ما قالوا حضرتك هذا المخزون قليل هذا المخزون فرص الحمل معا نادرة لكنها ليست منعدمة اللجوء الحقن المجهري مكلفا ومحدثا لبعض المشاكل طيب أنا هختم هنكمل كلامنا على المخزون الضعيف أوعد حضراتكم في الحلقات القادمة لأن الكلام لأنه حديث هام جدا وحاوي الحلقة السابقة طلبت من حضراتكم وبطلب مرة أن نرفع أكف الضراعة ونبتهل لله بالدعاء والرحمة لفقيدة الأطقم الطبية الزميلة العزيزة التي عاشتها وأعرفها شخصيا دكتور عسمة عبدالخالق ونرجو لها الرحمة والمغفرة وقلت لحضراتكم أنه في المقال اللي كان مكتوب عنها بأحد زملائها وقلت لكم أنه هنسيب على الشاشة إذا كان جاهز المرة هنسيبه على الشاشة وأترك حضراتكم تتأملوا خصال وأفعال البني آدم التي تعيش بعده وتتحدث عنه كل التحية للأطقم الطبية والرحمة والمغفرة للدكتورة عسمة وكل التحية للأطقم الطبية المصرية وشوفكم دايما بإذن الله تعالى بكل خير في معادي وعلى خير وبيننا وبينكم دايما يا رب بشت خير ترجمة نانسي قنقر